التي تحاصر البيت الأبيض وتنتج هذه السياسة يمكنني أن أستمع إلى محاضرة جيدة عن تاريخ الإسلام في جامعة هارفورد لكنني حين أذهب إلى وزارة الخارجية أجد متحدثاً رسمياً يتكلم لغة لا ترقى حتى إلى مستوى الصبيانية معظم البيانات التي صدرت عن السيدة هيلاري كلينتون وعن كوليم باول وعن بوش أحياناً وحتى عن أوباما معظمها صبيانية لا توجد لديهم فكرة عن حقيقة الشرق الأوسط أحياناً حين تعبر الطائرة بي فوق المحيط الأطلنطي من بيروت أشعر كأنني عبرت ستاراً أو حاجزاً زجاجياً قبل وصولي إلى نيويورك من الشرق الأوسط الذي يستغربون هناك أنني أعيش فيه إنه لشعور غريب وانفصال بين ما يعرفه الشعب الأمريكي من ناحية وما يقوله ممثله في الكونغرس من ناحية أخرى لأنهم بمجرد انتخابهم للكونغرس أو لمجلس النواب لا ينتقدون إسرائيل أبداً وهو ما يدخل بنا إلى الموضوع الآخر الهام وهو قضية إسرائيل والفلسطينيين دعنا نتحدث عن بن لادن دعنا نرحم الأمريكيين قليلاً لقد قابلته ثلاث مرات سيغضبون إن فعلنا ولكن استمر قابلت بن لادن أو الشيخ أسامة بن لادن كما تدعوه غالباً ثلاث مرات أدعوه شيخ أسامة بقليل من السخرية فهذه طريقتي في الكوميديا سوداء قلت إنه أثناء أحد تلك اللقاءات حاول هو أن يقنعك بالدخول في الإسلام قال لك بالحرف سيد روبرت إن أحد الأخوة رأى في منامه أنك إنسان روحني وهما يعني أنك مسلم حقاً في الواقع لو عدت إلى كتابي الحرب الكبرى بين الحضارات ستجد نص كلماته كما سجلتها بخط يدي قال إن أحد الأخوة رأى في منامه أنك أتيتنا مرتدياً لباس إمام على ظهر فرس الفرس عند المسلمين يرمز إلى الشرف ونحن نعتقد لذلك أنك لابد أن تكون مسلماً حقيقياً وقد أدركت أن تلك كانت محاولة لإقناعي وكنت أدرك أنني محاط بعدد كبير من أعضاء القاعدة المسلحين جيداً المتعلقين بكل كلمة ينطق بها بن لادن وكأنه المهدي المنتظر ومن ناحية أخرى لم أكن أريد لبن لادن أن لا يدرك الحقيقة فقلت له سيد بن لادن أنا لست مسلماً أنا صحفي ووظيفتي هي قول الحق فقال لي معنى هذا أنك مسلم لأنك تقول الحق وقد سمحت له بهذا الاستنتاج لا أستطيع قراءة أفكاره وعليك أن تتذكر أن هذا حدث قبل أكثر من عشر سنوات ولكن بعد الحادي عشر من سبتمبر خطر ببالي أنه لو كان استطاع تجنيد أحد الغربيين روحياً وعاطفياً ووطنياً لكان الأمر أسهل بكثير أن يقوم غربي أبيض بعينين زرقاوين بالدخول بطائرة في مبنى ملتفع لا أستطيع القول إنه كان يقصد تجنيدي لكن تلك كانت شكوكي وقتها لأي شيء لا أدري لكنه حين قال ذلك قلت في نفسي فكر جيداً يا روبرت قبل أن تجيب وكنت حريصاً على الاحتفاظ بمسافة بيننا إذ إنني كنت صحفياً يبذل جهده لتقديم الحقيقة للعالم ولم أكن لأنضم إليه في أفكاره ماذا كان انطباعك عنه؟ خاصة أنه كان وقتها قد أعلن الحرب صراحة أعتقد أنك قابلته ثلاث مرات في الفترة من عام أربعة وتسعين إلى عام سبعة وتسعين إن لم أكن مخطئاً من ثلاثة وتسعين إلى سبعة وتسعين حسناً لقد تغير كثيراً مما أراه الآن في شرائط الفيديو في الواقع لقد أراد أن يراني بعد الحادي عشر من سبتمبر ولكن أعضاء طالبان الذين كانوا يقودونني إليه في أفغانستان خافوا من أن تقتلنا الطائرات الأمريكية في القرية التي كانت أمامنا حاولت إقناعهم بالاستمرار لكنهم قالوا إن لديهم أطفالاً فشكرتهم لأن لدي أنا أيضاً أطفالاً ومنذ ذلك ذكرني باللاد في شرائطه الصوتية مرتين لكنني أذكر أنه أثناء لقائنا الأول كان خجولاً ولم يسبق له أن التقى صحفياً غربياً من قبل وكان اللقاء في بقعة نائية في صحراء السودان حيث كان عمال شركته يقومون بتعبيد طريق من إحدى القرى إلى الميناء الرئيسي طريق الخرطوم السريع وعندما رأيته ثانية في أفغانستان كان رجلاً مختلفاً كان غاضباً جداً جداً وكان جل غضبه منصباً على النظام السعودي الذي اتهمه بالفساد مراراً وتكراراً وبعدها بعام قابلته مرة أخرى في أفغانستان فوجدت غضبه وقد تحول نحو الغرب البريطانيين والفرنسيين وبوجه خاص نحو الأمريكيين الذين كان لديهم وقتها جنود في السعودية أكثر مما لديهم الآن إنه ليس مثقفاً لكنه يفكر هو الشخص العربي الوحيد الذي قابلته ووجدته يتحدث في جمل مفيدة ولا يغير رأيه بعد ذلك لا يغمغم سريعاً رداً على سؤال بل ينتظر دقيقة ينظف أسنانه أثناءها بالسواك وهو يفكر وقد ركز في تفكيره على ما اعتبره انتصاراً على الجيش الروسي كان انتصاراً حقيقياً ثم قال لي أخيراً سيد روبرت من هذا الجبل الذي تجلس عليه الآن وكنا نجلس في إحدى قواعده التي كانت بنتها أثناء الفترة الروسية من هذا الجبل دمرنا الجيش الروسي ودمرنا الاتحاد السوفيتي وقد دعوت الله أن يقدرنا على تحويل أمريكا إلى شبح تذكرت هذه العبارة عندما عادت طائرة بنا إلى أوروبا صباح الحادي عشر من سبتمبر ورأيت صور منهات والضباب والدخان فقلت يا إلهي لقد تحولت منهات ونيويورك الآن إلى شبح أتذكر كلماته تلك جيداً لأنه دون شك آمن بأنه إذا كان انتصر على الروس فإنه سيقاتل الأمريكيين وينتصر مرة أخرى وبعد الحادي عشر من سبتمبر تلقيت دعوة لتقديم أسئلة مكتوبة لبلد وقتها كما تعرف كان مطارداً أتذكر ذلك جيداً لأسباب سأحكيها لك بعد اللقاء لأنه كلا احكيها لك ورد اسمك أثناء وجودي في كاراتشي في ضيافة العقول المدبرة خالد شيخ محمد ورمز بن الشيبة إنهم يحترمونك بغض النظر عن كونك مسلماً أم لا وأعتبرون أنك تسعى صادقاً إلى الحقيقة وتجهد نفسك كي تكون عادلاً ومتوازناً حسناً أنا لا أسعى إلى رضوانهم ولست مهتماً برأيهم في شخصي أنا مهتم بالحقيقة سواء أعجبتهم أن لا بعد الحادي عشر بسنوات أرسلت قائمة من الأسئلة إلى بلاد أحدها كيف تزعم أنك انتصرت بينما أنت نجحت في أن يحتل الجيش الأمريكي دولتين مسلمتين أفغانستان والعراق لم تصلني إجابة واعتقدت أنه لم يعد يهتم ولكن بعد عدة أشهر كنت في أمريكا لإلقاء محاضرة عندما وصلني بيان له أذاعته الجزيرة وشوهه المذيعون الأمريكان أشار فيه إلى احتلال العراق وأفغانستان اتصلت فوراً بالجزيرة فسمحوا لي بالاستماع إلى ما قاله فعرفت أنه كان يقوم تحديداً بالإجابة على أسئلة كلها واحداً واحداً دون الإشارة إلي بنفس الترتيب الذي وضعته وعندما وصل إلى السؤال المتعلق بطبيعة الانتصار في ضل الاحتلال الأمريكي لدولتين مسلمتين قال لقد استدرجنا جيوش الصليبيين إلى أرض الإسلام كي ندمرهم وكانت تلك بشكل واضح إجابته على أسئلتي بوب أود أن أتحدث معك عن الكثير عن عملية السلام في الشرق الأوسط التي يؤمل أن من اخترع كلمة عملية السلام؟ سايروس فانس أعتقد أنه اخترعها عام سبعة وسبعين أين هي هذه العملية؟ أكمل سؤالك أعلم تماماً رأيك في ذلك لكنني أود أن أطرح عليك أسئلة محددة فيما يتعلق بالجهود الجديدة التي يبذلها الرئيس أوباما والسيد توني بلير الذي أعرف ويعرف الجميع رأيك فيه وما إذا كان ثمة أمل أود أيضاً أن أتحدث معك عن لبنان حزب الله إيران وعن مصر لقد زرت مصر مؤخراً وكتبت عدة مقالات عن الموقف في مصر الذي نأمل جميعاً أن ينتهي بصورة جيدة إذن في انتظارك بعض من حقول الألغام ولكن بعد الفاصل في إيجابة وما في إيجابة كلما في إيجابة أتمنى أنه سيكون سيكون في النهاية بطريقة جيدة أتمنى بعض المنزلات أتمنى لك بعد الفرق ستراحة قصيرة ونعوذو إليكم موسيقى أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا اللقاء الخاص مع واحد من عمالقة الصحافة في العالم هو روبرت فيسك نجم جريدة الاندبندنت وقبلها التايمز في لندن والمفكر الذي قضى حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط وهو يعيش في بيروت أكثر من 34 عاما وهو لا يزال يعشق الشرق الأوسط ويعشق الحمص والتبولة بوب هل ما زال الأمر كذلك؟ ما زلت تعشق الحمص والتبولة؟ أنا لم أقع في غرام الشرق الأوسط فأنا أكره الصحفيين الذين يقولون إنهم يعشقون مصر أو يعشقون لبنان وبعد ثلاث سنوات أو أربع ينتقلون إلى موسكو فيعشقون روسيا وإلى بكين فيعشقون الصين بكل تأكيد أنا أحب الحياة في الشرق الأوسط وهو مفهوم مختلف لكنني في الوقت نفسه شاهد عيان لأربع وثلاثين سنة حتى الآن على مأساة إنسانية ضخمة وهو ما لم يسعدني كثيرا لقد تسألت مرة وأنا جالس في شرفة منزلي في بيروت أنا أسافر إلى أوروبا أحيانا كما هو حالي الآن في لندن ليوم واحد ثم أعود إلى الشرق الأوسط كل مرة كي أجد مجتمعا منكسرا مقهورا محطما تسألت لماذا لا أعيش في أوروبا؟ لماذا قضيت هذا الزمن كله هنا؟ أعطاني رئيس التحرير قبل أربعة وثلاثين عاما رسالة جاء فيها هذه فرصتك العظيمة اذهب إلى الشرق الأوسط يا روبرت فهناك الكثير من أشعة الشمس والمغامرات الكبرى لو كنت ساعتها أعلم ما أعلمه اليوم هل كنت سأقبل المجيء إلى الشرق الأوسط؟ الإجابة نعم كنت تفعلها؟ نعم نعم لأنه قطعة مأساوية ضخمة من التاريخ وإنه لشرف مروع أن تكون شاهدا عليه على التاريخ الذي يمتد إلى الوراء حتى الحرب العالمية الأولى التي حارب فيها والدي معركة سوم الثالثة واليوم أكتشف بينما يمتد بي العمر وأنا أشهد الأحداث أن الأمر كأنما تقرأ رواية عظيمة لتوليستوي الحرب والسلام كأنما تقرأ كتابا في وقت متأخر من الليل وتتطلع إلى الساعة عندما يقترب منتصف الليل فتقول في نفسك سأنتهي من هذا ترجمة نانسي قنقر